السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أهلا بكم كان درسنا سابق أعطينا تمارين وقلنا تمارين واحد واحد كانت واجب وأتمنى أنك حليت التمارين بدون الرجوع إلى حلهم في ملزمة أو أي مصدر آخر لأن حل التمارين بجهودك الخاصة واعتمادك على الدروس يكون ضروري جدا حتى من يجي نحلك التمارين راح تقارن بين حلك اللي أنت حليته والحل اللي إحنا راح نحله وتشوف شنو اللي كان ناقصك أو شنو اللي إحنا ما نطيناك يا وراح نكمله بالتمارين عدنا التمارين الأول صفحة 20 السؤال الأول ضع كلا مما يأتي بالصيغة العادية للعدد المركب جيد عدنا أولا أولا IOS 5 يريدها بالصيغة العادية طبعا الصيغة العادية هي مكونة من حقيقي وخيالي الخيالي ويا I1 هنا عندي IOS 5 فلازم هنا انجزة قلنا نجزة IOS 4 زائدا 1 فاش راح يكون اش قدر باقي من الأربعة يعني راح يكون عندي IOS 4 في IOS 1 وراح شي يكون عندي الناتج راح يكون عندي I إذن الصيغة العادية هي صفر زائدا I هاي النتيجة هاي هي الصيغة العادية جاي نجي المين للسؤال الثاني أو النقطة الثانية بالسؤال الأول IOS 6 راح يكون عندي كذلك IOS 6 زائدا 2 العفو اسف IOS 4 زائدا 2 اللي هي تساوي لستة وراح ينطيني IOS 4 في I تربيع وراح ينطيني I تربيع وشي ساوي ساوي سالب واحد ونكتبه بالصيغة العادية هو سالب واحد زائدا صفر هاي الصيغة العادية لهذا العدد المركب ثالثا ثالثا ناخذ I اس 124 إذن لازم نشوف انه عدد يقبل القسمة على أربعة أقرب عدد مية وأربعة وعشرين نلاحظ هذا العدد إحنا إذا نريد نقسمها على أربعة إيش راح يبقى عندي راح يبقى عندي راح يبقى عندي هذا يقبل القسمة على أربعة المية تقبل القسمة خليجي نجزئ خلي علمك شلون مية وأربعة وعشرين المية تقبل على أربعة لما تقبل تقبل بيها خمسة وعشرين الأربعة الأربعة وعشرين تقبل على أربعة لما تقبل نعم بيها ستة إذن إيش راح يصير عندي راح يصير عندي واحد واذا نكتبها بالصيغة العادية راح تكون عندي واحد زائدين صفر اي هذا كذلك صار عندي العدد بمن صار عندي العدد بالصيغة العادي جيد نيجي اربعة اربعة عفوا تسعمية وتسعة وتسعين تسعمية وتسعة وتسعين اريد نخلي الناتج يقبل القسمة على اربعة ايش راح يكون اذا نقسم هنا راح يكون اذا نقسم تسعمية وتسعين على اربعة طبعا ما تقبل لكن لو اجرينا تحليل انحل العدد تسعمية وتسع وتسعين على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة الى ان نوصل راح نلاحظ انه تسعمية وتسعين يعني مين متكونتلي متكونتلي من تسعمية وتسعين زائد ثلاثة جيد هاي تسعمية وتسعين مين جايتني جايتني من اي اس اشقيد اربعة في ميتين وتسعة واربعين زائد ثلاثة اذا هذا العدد راح يكون عندي واحد ايش يبقى عندي ناتج يبقى عندي اي اس ثلاثة الاس ثلاثة جايني من اي تربيع في اي شرح يكون عندي الناتج راح يكون عندي الناتج سالب واحد في اي سالب اي بصيغة العادية صفر ناقص اي هذا الناتج راح يكون عندي هاي اذا تحلل تعرف ال تسعمية وتسع وتسعين مين متكونتلي فصار عندي صفر زائد اي زين العفو صفر ناقص اي راح ناخد هنا شنوى النقطة الخامسة عندي شتقول النقطة الخامسة تقول جد الناتج مال 4N زائد 1 عفونا هذا النتيجة كلش بسيطة يعني نقل له إذا ريد نجزئه راح يتكون عندي IOS 4 في N في I هذا التجزئة الطبيعية مالتي يجيك الطالب أول ما يشوف ال N الطالب راح يتفاجئ بالبداية وطبعا الطالب ما عنده تجريد بالعقل يعني فراح يستصعبها القضية لا هي جدا بسيطة نقل لهنا ال N طبعا شمطيني بالسؤال هو شمطيني قايل لل N شبيه ال N تنتمي للأعداد الطبيعية لكل N تنتمي المال للأعداد الطبيعية إذن ال N شبيه عدد طبيعي إذن أقل له لكل عدد طبيعي لكل عدد طبيعي اللي هو واحد أو أكبر من واحد هاي نتيجة راح تكون شنوى راح تكون عبارة عن واحد عن واحد في I فش راح حصير عندي النتيجة I زين بالصيغة الجبرية أو بالصيغة العادية ش راح تكون عندي صفير زائدا I هاي الصيغة الجبرية الميل للعدد المركي إذن كتبنا هاي الأعداد بمن بالصيغة العادية نأخذ النقضات السادسة النقطة رقم ستة شا تقول النقطة رقم ستة يقول ضع بالصيغة العادية العدد الآتي اللي هو 2 زائد 3i لكل تربيع زائد و 12 زائد 2i يريد هذا العدد بالصيغة العادية أي بالصيغة الجبرية طبعا الأعداد هذا العدد ما نقدر نجمعوي هذا العدد لأن هذا العدد فوق التربيع وإحنا ما نقدر نجمع عددين إلا أن يكون بالصيغة العادية حتى تجمع حقيقي ويحقيقي وخيالي ويخيالي إذن لازم بالبداية أضع هذا العدد بالصيغة العادية وبالخطوة الثانية أقدر أجمعوي العدد الآخر نجي نضع بالصيغة العادية طبعا رح يكون عندي يساوي مربع الأول أربعة زائد 2 في الأول في الثاني رح يصير عندي 12i 12 زائد 2i هذا بالخطوة الاخرى رح يصير عندي 4 زائد 1 12i هذا رح يتحول الى سالب 9 لان ال i تربيع تحولت الى سالب 1 صار عندي سالب 9 زائد 2 12 زائد 2i التسعة وي الاربعة تروح عندي سالب 9 وعندي سالب 5 فقط ورح يتحول هذا العدد سالب 5 رح يتحول عندي سالب 5 زائد 12i زائد 12 زائد 2i صار عندي هذا بالصيغة العادية العدد وهذا بالصيغة العادية اقدر هسا اجمحن بالحقيقي زائد طبعا تقدر تجمحن مباشرة بس انا افضل خطوة زائد 12i والخيالي بالخيالي اللي هو 12 بدون ال i نقدر نكتبها بال i ما عندي اي مشكلة 12 زائد 2i نقدر نقول شيء هذا بالنسبة لهذا الطرف نقدر نقول 12i زائد 2i وليطيني نفس النتيجة ماكو مشكلة اذا هنا ناتج رح يكون عندي 7 زائد 14i اذا هسا يكتمل عندي جواب اللي هو وضع العدد بمن ووضع العدد بالصيغة العادي جيدا ننتقل المن ننتقل الى التمرين الاخر اللي هو رقم 7 اش يقول عندي رقم 7 رقم 7 يقول عندي 10 زائد 3i وهنا ش عندي صفر زائد 6i طبعا نعرف هنا اذا اريد انطبق العملية يعني اذا اريد انطبق العملية الحقيقي في الحقيقي زائد الخيالي في الخيالي القريب القريب ناقصت بعيد والبعيد ما عندي مشكلة لكن احنا ش راح نقل نقل هاي العملية بالاصل مالتك هي عبارة عن شنو عبارة عن 10 زائد 3i و احنا نضرب بي من نضرب ب 6i لان الصفر ما يأثر اذا راح اضرب 6i هنا ش راح اصير عندي نتيجة اذا اريد ارتبها 6i في 10 راح يطلع عندي 60i الخطوة الاخرى 6i في 3i ش راح يصير عندي 18i تربية خلينا نبسط الخطوات بعد ش راح يصير عندي 60i ناقصا 18 لان الاي تربية هي عبارة عن شنو اي تربية تساوي سالب 1 فراح يصير سالب 18 هنرتب هنا يصير عندي سالب 18 زائد 60i صار عندي العدد بيمن بالصيغة الجبرية او نقدر نقول العدد صار عندي بالصيغة العادية جاي عندي النقطة الثامنة النقطة الثامنة العفوان هاي نقطة ما ارقمتها لكم هاي النقطة السابعة بالتمارين مالك الكتاب هاي نقطة رقم سابعة طبعا هنا ما من رقمات هو مخليهن بتسلسل عرضي لكن انا ارقمهن يعني اليك حتى تعرفين انهم بينات قليلات يعني اه ادنا هنا النقطة اللي وراها خليني ارقمها اليك هاي النقطة الثامنة ارقمها اليك الي هي واحد زائد اي اس اربعة ناقص واحد ناقص اي اس اربعة جيد حتى نحل هذا التمرين حتى نحل هذا التمرين حتى نطرح نجرى عملية الطرح الي بين هذا المقدار وهذا المقدار لازم احول هذا المقدار ال من الى الصيغة العادية او صيغة جبري هذا المقدار مرفوع إلى أس أربعة فاش راح نسوي راح نسوي طريقة جبرية إنه شنسوي نقول ليابا هذا مين متكون متكون من واحد زائد آي الكل تربيع والقوس كل تربيع ناقص واحد ناقص آي القوس كل تربيع وهنا شنوى القوس كل تربيع فاش راح يكون عندي راح يكون هنا مربع الأول زائد اثنين في الأول في الثاني زائد مربع الثاني يضطيني آي تربيع هذا كل تربيع ناقص مربع الاول واحد ناقص اثنين في الاول في الثاني ناقص اي زائد مربع الثاني طبعا هو الثاني هو عبارة عن سالب اي انتبه لحنا الثاني عبارة عن سالب اي فمن اربعه الاي رح اصير اي تربيع والسالب كذلك تربيع السالب ينطينه موجب فراح ينطيني موجب تربيع فتلاحظ بالموجب يطيني الثاني تربيع والاخير تربيع انه هو مربع الثاني مراتين ننطيني تربيع لي أربعنا نجي هالساشن نسوي نبسط المقدار نقدر نختصر مباشرة بس أنا راح أوضحها إليك باعتبار نحن نحاول نوضح أي خطوة لكن إذا شوية صعد مستواك وقمت يعني تعرف القضية هذا يصير عندي سالب واحد يعني الآي تربيع مني جايتني من سالب واحد طبعا هنا نخليكم التربيع بعده ثابت في مكانه ناقص اثنين آي ننزلها هذا شرح يصير عندي سالب كذلك راح يصير عندي سالب واحد إذن إش راح يكون عندي هذا الموجب واحد وياما أختصر ويس سالب واحد طبعا هنا تربيع هذا الموجب واحد أختصر وياما ويس سالب واحد إش راح يصير عندي هنا شو تلاحظ صار عندك اثنين آي الكل تربيع ناقص سالب اثنين آي الكل شنوان الكل تربيع جيد ممتاز يابا سالب اثنين آي هنا شو تساوي نقل لأربعة راح تساوي لأربعة آي تربيع ناقص ينزل وهذا القوص تربيع راح يكون أربعة آي تربيع ليش؟ لأن هذا السالب من أربعة راح يصير عندي موجب فصار عندي أربعة آي تربيع ناقصا شنوه؟ أربعة آي تربيع فاش راح يكون عندي راح يكون عندي هاي الآي تربيع عبارة عن سالب واحد وهاي الآي تربيع عبارة عن سالب واحد إذا راح يصير عندي سالب أربعة ناقص سالب أربعة إذا رتبناها بقوس هنا على مد القضية توضح إيش راح يصير عندي من نتيجة سالب أربعة ناقص وناقص يصير عندي زائد أربعة وراح تكون نتيجة شنو صفر اكتمل الجواب لها ما اكتمل الجواب لأن إحنا هنا بالسادس علمي كنت تصير عندك دقة في فهم السؤال يريد من عندك صيغة جبرية صيغة جبرية مو هاي صيغة جبرية صيغة جبرية هاي صفر زائد صفر اه إيش يلا يكتمل الجواب سأنا إذا أمد الرئيس مثلا ويجيني طالبي يكتب لي هاي النتيجة أنا أقص بعد درجة أقل أن أقص عندك درجة مو لأن هذا الصفر أنا راح يأثر علي لكن هي قضية السادس علمي الوزاري يريد يختبرك يريد يختبرك أنه أنت فاهم القضية بصورة مضبوطة لو ما فاهم القضية بصورة مضبوطة هذا طريقة رقم واحد لحل هذا السؤال لحل هذا السؤال هاي الطريقة الأولى ممكن نحل بطريقة أخرى باعتبار احنا شنوها احنا بلسادس نتعلم مهارات ممكن نحل بطريقة أخرى ايه ممكن نحل بطريقة أخرى شلون نحل بطريقة أخرى خلني نجي يجي بصورة نعيده نقله السؤال 1 زائد I أس 4 ناقصا 1 السؤال وينه نقله 1 زائد I أس 4 ناقصا 1 ناقص I أس 4 جيد إذا نجي نعيد صياخته شنقول نقول هذا بالأصل منين متكون 1 زائد I أس 4 عفو أفو الموية هذا قصدي تربيع الكل 1 ناقصا 1 ناقص I تربيع الكل نقدر نقول أن هذا ما نعتبره كل عدد وهذا ما نعتبره كل عدد وهذا المقدار عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني يعني مربع هذا العدد بالوسط قل ألونا إلك يعني مربع الأول هذا الأول الذي يedia ومربع الثاني هذا الثاني إذا كان عندي مربع الأول ناقص مربع الثاني أي عددين أقدر أحولهم إلى فرق مربعين X ناقص Y X زائد Y هاي تعرفونها بالثالث المتوسط والراجحة هسه هذي يسمونه فرق مربعين إن حوله إلى X ناقص Y X زائد Y زيان أنا هسه عندي فرق مربعين عندي هذا العدد اللي جواه مربعة وهذا العدد اللي جواه كذلك يمخليه تربيع مربعة إذن إيش أقل لأقل لهذا عبارة عن فرق مربعين زين إذا فرق مربعين أقدر أقل له أقدر أقل له أحولك أنا المين إلى 1 زائد Y ناقص 1 ناقص Y هذا القوس الأول في باعتبار الأول ناقص الثاني 1 زائد Y طبعا هنا تربيع هذي هذا الجواه 1 زائد Y تربيع راح أقل هنا 1 زائد Y تربيع زائدين 1 ناقص Y يجب فيها كل الدوري كما هذا القوس الأول و هذا القوس الثاني خلوة 1 ناقص Y كل تربيع بالدخل أقدر هي شي أسوي لو ما أقدر أسوي لا ما عندي مشكلة أقدر أسوي خن نجي نفتح كل الأطراف طبعا هنا بعد ما يخدمني الأخ هنا المستقيم ما يخدمني لأن رحصي العبارات عندي أطول هاي طريقة نجي نفتح الأقواص نجي للقواص الأول نفتحها منين متكون متكون عندي من الأول تربيع زائدا 2 في الأول في الثاني زائدا مربع الثاني هو الشي يtt Sports زائدا آية تربيع 積رب 3 ثم نتطلب heavily نفتح القواص الأخر زائدا 2 في الأول في الثاني زائدا مربع الثاني آية تربيع زائدا مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد 2 أول في الثاني زائد مربع الثاني F3 المستخدم emotionally لذيك don't point مستخدم لذيك كدام هذا سيكون عندي واحد هذه قيمة سالب 1 هذا عندي واحد هذه قيمة I تربيع يساوي سالب 1 هنا عندي واحد هذه قيمة I تربيع يختصر ما سيبقي عندي هنا سالب 2I جيد بعد هنا هنا سالب 2I ثم ثم سالب 2I دائما تحافظ على الأقواس الأقواس تحميك من الخطأ ضل ما تغلاط هنا شراح يصير عندي هنا شراح يصير عندي 2I بالحقيقة ناقص و ناقص زائد 2I زائد 2I القوس الآخر شراح يصير عندي راح يصير عندي 2I ناقصا 2I جيد راح تكون النتيجة القوس الأول راح ينطيني 4I القوس الثاني شراح ينطيني ينطيني صفر هذا صفر في هذا القوس اش راح تكون عندي نتيجة صفر انتهت جواب لا ما انتهت جواب 0I كل الطريقتين يضطني نفس النتيجة كل الطريقة الأولى و الطريقة الثانية يكون عندي شنوة ينتج لي ناتج العدد المركب المطلوق نجي هسا المين نجي للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يا نقطة وصلنا النقطة التاسعة النقطة التاسعة نعم نقطة التاسعة نقطة التاسعة نقطة التاسعة نقطة التاسعة تقول 12I و 12 زائدا I على يمن على A طبعا هنا نعرف حتى نبسط هاي النقطة لازم شنقل له هنا نقل له 12 زائدا I على I راح نضرفه بي من سالب I على يمن على سالب I شي ساوي هنا حتى نرتب حين أو نبسط حين المقام يقيل لك مربع الحقيقي زائد مربع الخيالي مربع الحقيقي صفر زائد مربع الخيالي مش راح يكون عندي واحد شي يكون عندي سالب 12I ناقص I تربيع شي يساوي هنا طبعا المقام بعد ما اعتني به لي عن واحد راح يصير عندي سالب 12I وهنا سالب والI تربيع قيمتها سالب واحد يعني بالاصل اذا نريد نبسطها سالب سالب واحد مكان I تربيع راح يكون عندي سالب 12I زائد واحد وشي ساوي عندي واحد ناقصين 12I هاي الصيغة المين الصيغة الجبرية لهذا العدد الصيغة الجبرية اقصد بها الصيغة العادية لها اسم كذلك تسمى شنوه الصيغة الجبرية للعدد المركب نجي للنقطة اللي وراها 3 زائد 4I على 3 ناقص 4I 3 زائد 4I طبعا هاي تطبيقات على الكونجوكيت 3 ناقص 4I حتى نبسط هاي النقطة اللي نقطة رقمها 10 بالتسلسل حتى نبسط هاي النقطة لازم نضرب بي من 3 زائد 4I علي من على 3 زائد 4I جدا بالمقام اش راح يكون عندي بالمقام هنا بالمقام اش راح يكون عندي المربع الحقيقي اللي هو اشقد 3 تربيع زائد مربع الخيالي اللي هو 4 تربيع فوق 3 زائد 4I في 3 زائد 4I نفس الشي يعني X في X اكس تربيع اذا اش راح اقوله 3 زائد 4I الكل شنوه راح يكون عندي الكل تربيع جيد حلما هاي وصلنا للخطوة اللي بعدها اش راح نقول 9 نختصرها هنقوله هناش راح يكون عندي 9 زائد 16 9 زائد 16 وفوقه نقيله مربع الحقيقي مربع الاول التسعة زائد 2 في الاول فالثاني راح يطلع عندي مربع الاول زاد 2 في الأول في الثاني الي هو 2 في 3 وين العدد 2 في 3 ينطيني 6 6 في الثاني 24 زاد مربع الثاني مربع الثاني اشقال زادا 16 الكل تربيع جيد المقام الهناس هيا سيكون عندي هنا راح يكون عندي 9 زائد 24i زائد 16i تربيع تتحول إلى سالب 16 لأن i تربيع تحولت إلى سالب 1 واش راح يكون عندي هنا راح يكون عندي التسحة أختصرها وياما أختصرها وي 16 نبقى إيش قد عندي تبقى عندي سالب 7 زائد 24i على 25 وحتى نحولها للصيغة الجبرية راح يكون عندي سالب 7 على 25 زائد 24 على 25 هذا العدد صار عندي بالصيغة العادية اللي هو جزء حقيقي زائد شنوى زائد جزء خيالي نجي للنقطة 11 كذلك بالتبسيط عندي النقطة رقم 11 تقول النقطة رقم 11 تقول i على 2 زائد 3 i على 2 زائد 3i i على 2 زائد 3i نضربها بمرافق العدد حتى أخلص من المقام 2 ناقص 3i وهنا 2 ناقص 3i شراح يكون عندي الناتج مربع الحقيقي زائد مربع الخيالي 2 تربيع 4 زائد ثلاثة تربيع ما لي علاقة عندي قانون مربع الحفز زائد مربع الخيالي راح يكون عندي شنوى راح يكون عندي التسعة هناش راح يكون عندي i في 3 ناقص 3i عفوا 2 ناقص 3i شراح يكون عندي هناش قد المقام راح يكون 13 البسط راح يكون عندي 2i ناقص 3i تربيع واذا نريد نبسطها الـ 13 تنزل الـ 2i تنزل هذا سالب 3i تربيع تتحول الى موجة بـ 3 يعني العدد شراح يكون عندي راح يكون عندي 3 زائد 2i على 13 وحتى نخليه بالصيغة الجبري نقل له 3 على 13 زائد 2 على 13i هاش يسموها الصيغة العادية والصيغة الجبري 3 على 13 زائد 2 على 13i نكون من جزء حقيقي وجزء خيالي وهي الـ i فقد دالتنا على اليمن على جزء الخيال نجي المن نجي للسؤال اللي هو رقم 12 اشي يقول السؤال اللي رقم 12 3 زائد i 3 زائد i على اليمن على 1 زائد i تكعيب مثل هيتشي اس اله نقدر اول ما ندخل التكعيب على العدد الاول وندخل التكعيب على العدد الثاني ونجد ناتج التكعيب نجزء الى تربيع في نفس القوس وبعدين نجد الناتج وبعدين نقسم النواتج لكن اكو طريقة ابسط ايش هي الطريقة الابسط انه احنا نخلص من العدد البداخل هذا العدد البداخل نخلص من عنده يعني هذا نقله 3 زائد i على 1 زائد i في 1 نقص i على 1 نقص i تكعيب نخلص منين من هذا العدد اللي بالداخل شو راح يكون مربع الحقيقي زائد مربع الخيالي هنا نجي نضرب هذا العدد الاول بالعدد الثاني طبعا هاي منتهن من عدد اوس تكعيب احنا اخترنا نشتذب اين؟ نشتذب هراVI داخل التكعيب الحقيقي في الحقيقي 3 نقص الخيالي في الخيالي سالب واحد في سالب واحد ранدي سألبي سالب اولي زائد 1 زائد القريب في القريب واحد البرعيد في البعيد نقص واحد وشنلخلي هناه Occur البعيد في البعيد نقص ثلاثه القريب في القريب واحد في واحد طبعا الواحد اقصد الي يم الآلي الحقيقي القريب في القريب 1 في 1 شينطيني ينطيني 1 البعيد في البعيد سالب 1 في 3 شينطيني سالب 3 وننزل هنا عندي الآية شرح يكون عندي 2 3 زائد 1 4 الزائد ينزل 1 ناقص 3 شينطيني ناقص 2 إذن شنوى الزائد ما ينزل صير عندي هنا سالب 2 ونشنخلي الآية ويبقى شنوى عندي يبقى التكعيب هسوش راح نسوي راح نسوي 4 على 2 ناقص 2i على يمان على 2 الكل شنوى تكعيب شرح يصير عندي هذا 2 على 2 يشيطلع 4 على 2 يطلع عندي 2 وهذا ناقصا شنوى ناقصا عندي الآية الكل تكعيب وصلنا لهاي النتيجة وصلنا لهاي النتيجة 2 ناقص i الكل تكعيب من وصلنا 2 ناقص i الكل تكعيب راح شنسوي راح نجزئ قل يا بهاي 2 ناقص i الكل تكعيب راح اصير عدي راح اصير عدي 2-I لكل تربيع في 2-I يصير لو ما يصير حتى هذا اسوي فرق مربعه فتح مربع كامل وهذا بعدين اضربه به بالنتيجة من تطلع خلني جهة 2-I نقل برقة اخرى صارت عدي 2-I طبعا يساوي من السؤال السابق الكل تربيع و 2-I نجي هنا نفتح الأول مربع الأول 4-2 في الأول في الثاني 4-I زائد مربع الثاني اللي هو I تربيع وهناش عندي 2-I جي هناش راح يكون عندي 4-I 4-I 1 وهنا عندي 2-I هناش راح يكون عندي نختصر السالب 1 وهي الأربعة يبقى عندي 3 بقت عندي 3-I 4-I وهنا عندي 2-I هناش نضرب من العددين الحقيقي في الحقيقي 6-I ناقص بالقانون الخيالي في الخيالي 4 موجب وعندي ناقص بالقانون ينزل زال القريب في القريب سالب 8 البعيد في البعيد سالب 3-I 6-I ينطين 2 سالب 8 وسالب 3 سالب 11 I صار عدي الناتج 2-I بصيغة الجبرية يكون عندي هذا الناتج 2-I 2-I نجي بعد إياه مثال إياه مثال عندنا نجي بعد هذا مثال شي يقول مثال رقم 13 مثال رقم 13 يقول نريد نبقى ناتج إياه مثال زائد 3-I على 1 ناقص I مضروبا فيه نقدر نسويه فيه شيء ونقدر نخليها نقطة نفس الشيء زائد 4-I على 2 على 4 على زائد I جي هسه لكل العددين لكل العددين ايش راح ناخد احنا يريد نتخلص من عدد يأما نضرب العدد البسط بالبسط والمقام بالمقام ورح ينتج عندي عدد مركب رح ينتج من عندي عدد مركب يعني عدد إحنا ننتج عندي عدد مركب على عدد مركب أضرب فيه مرافق المقام هو كل عدد من الأعداد أسوي له عدد مرافق خاص به خلنا نجي نشوف راح شنسوي هذا العدد الأول نضربه بالمرافق وهي هو 2-3I علي من على 1-I فيه 1-I علي من على 1-I فيه هناش عندي 1-4I على 4 زائدا I فيه 4-I على 4-I اعتبر شنوى ضربنا بما ضربنا بالمرافق زي اش راح يكون هنا عندي المقام حبارة عن الحقيقي تربيع زائدا شنوى الخيالي تربيع نجي هنا الحقيقي في الحقيقي 2 ناقص الخيالي في الخيالي ناقص 3 زائد القريب في القريب شقيد 3 زائد البعيد في البعيد شقيد 2 ونخلي هنا آه هذا العدد الأول العدد الثاني مربع الحقيقي اللي هو 16 زائد مربع الخيالي اللي هو شقيد 1 نجي هنا الحقيقي في الحقيقي 4 ناقصا الخيالي في الخيالي سالب 1 فيه 4 سالب 4 وعندي سالب ما راح يصير عندي موجب 4 زائد القريب في القريب يطلع 16 زائد البعيد في البعيد سالب 1 فيبقى ناقص نجي الملء لهذه النتاج هذا المقام شقيد قيمته قيمته 2 ما راح يصير عدد اللي فوق 2 ونقص منها ثلاثة سالب 1 زائد ثلاثة واثنين خمسة والآي تنزل هذا العدد الأول العدد الثاني ما راح يصير عندي العدد الثاني ما راح يصير عندي راح يصير عندي أربعة زائد أربعة أقلها ثمانية زائد ستعش وسالب واحد يطلع عندي زائد خمسطعش آي عليمن 17 بس المقامات ما عندي بيها أي مشكلة مقامات ما عندي بيها أي مشكلة ليش ما عندي بيها أي مشكلة لأن مقامات متكونة من أعداد حقيقية أشعر بيها خليني أنسخها إلى الطرف الآخر وأحلها نجي ننسخها هنا نكمل خطوتنا هنا جيد نقل له يساوي نخليه يساوي هنا ونجي نجمعه هنا المقام ما عندي بمشكلة ضرب المقامين ينطيني 34 وهنا راح يكون عندي سالب 1 زائد 5i وهنا شنواء 8 زائد 15i نقل يساوي 34 الحقيقي في الحقيقي طيني سالب 8 ناقصا الخيالي في الخيالي 15 في 5 هو عبارة عن 75 زائد القريب في القريب راح ينطيني 40 زائد اللي راح يصير ناقص البعيد في البعيد سالب 15 اللي هو آل 34 اللي راح ننزلها سالب 8 وسالب 75 وحيطلع عندي سالب 83 زائد أربعين وخمسة واربعين ننقص منها 15 العفو راح يطلع عندي سالب العفو موجب 25i يعني السالب يروح فإذا هسا راح يصير عندي يصير عندي 83 النتيجة إذا ريد نطلع سالب 83 على 34 زائد 25 على 34 30i هاي بالصيغة العادية بالصيغة الجبري وقلنا لازم نقسم بالأخير حتي يطلع عندي جزء حقيقي ويطلع عندي شنوى جزء خيال بالنسبة لهذا المثال هاي شنسميها كذلك عفو هاي كذلك نسميها طريقة رقم واحد هذا المثال إلى طريقة ينحل بهاي طريقة إلى طريقة أخرى اللي قلت لكم نضرب البسطين نجي هسنحل اللي هو شي يقول المثال يقول 2 زائد ثلاثة آي على واحد ناقصا آي فيه هنا واحد زائد أربعة آي وهنا أربعة زائد آي حتى ناخذ هاي الطريقة نقول نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام ايش راحين تجلي راحين تجلي عددين مركبين عدد بالبسط وعدد بالمقام نتخلص من مرافق المقام وراح نحل وراح ينطين لنفس الناتج هنا ما راح آقلك بالطريقة خليل ننحل بطريقة أخرى راح ننحل أقواس يعني 2 نضربها بالأول بالثاني والسالب فيه 3 أي نضربها بالأول بالثاني 2 فيه 1 ينطين 2 زائد 2 فيه ë4 يش ينطين 800 جد زائد ثلاثة آي فيه 1 ثلاثة آي ثلاثة آي فيهو ١ إيرمحة آي ثلاثة آي نجي هنا أنا أقصد أحلي بديكا الطريقة وأحلي بهاي الطريقة يعني أقصد يضرب العددين حتى أنت تتعلم علي طريقتين يعني ما أعرف قد يكون المدرسة يدرس بطريقتين فأنا أطيقك طريقتين وإن تختار أي وحدة هي تفيب الغرض أتريد تحلي بطريقة أخرى أنا شرحتها إلك يعني أقصد الطريقة الحقيقي في الحقيقي ناقص الخيالي في الخيالي زادة النقريب في القريب زادة البعيد في البعيد تقدر تحل بها الطريقة مختلفة 1 في 40 اضطني أربعة 1 في i سالب i في 40 سالب bald i سالب i سالب 12 نجي مبسطاً هس هنا ايش راح يصير عندي راح يصير عندي 2 8i و 3i إش راح يصير عندي إزاءد 11i و هذا اش راح يصير عندي سالب 12 ليش راح يصير سالب 12 شيئن الأي تربيع هي عبارة شنوى عن سالب 1 شىء هن راح يكون عندي الأربعة تنزل i وسالب أربعة آي ماش راح يبقى عندي يبقى عندي سالب 3i لأن راح أتبوحدة اي موجبة وبقى عندي سالب 3i الناقص i تربيع ال i تربيع هي عبارة عن سالب 1 وهي إشارتها سالب 1 راحش يكون عندي موجب 1 وش راح تكون هنسا عندي هنا القوسة يندني راح يكون عندي راح يكون عندي هذا السالب 2 ويا من العفو 2 ويا سالب 12 راح ينطيني سالب 10 وهذا الأربعة ويا الواحد راح يبقى عندي العفو أجمع راح يصير عن عندي 5 راح يكون عندي عفو هاي مختصار وإنما قصدت شنو هاي عشرة هنا إنما قصدت نجمح هنش راح يصير عندي 5 فهنا راح يصير عندي سالب 10 زائدا 11i على يمن على 5 ناقص 2i هاي النتيجة اللي وصلناها منين اللي وصلناها من ضرب اني العددين المركبين راح نضرب في مرافق المقام مرافق المقام ما راح يصير عندي راح يصير عندي 5 زائدا 3i وخمسة زائدا 3i زين من نجي ماكو داعي ننزل جو خطوة بعد مربع الحقيقي 25 زائدا المربع الخيالي 9 هذا قانون نمشي بي ما إنه علاقة نجي ها الس نضرب ذن العددين كذلك نحن نضرب ذن العددين كذلك سالب 10 في 5 سالب 50 سالب 10 في 3i سالب 30i جيد 11 في 5 موجب 55i موجب 11 في 3i موجب موجب 3 30i سالب 30i و55i سالب 30i 35i سالب 30i و55i ما يتبقى عندي موجب 25i موجب ثلاثة و 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 ثلاثة هس النتيجة صارت عندك كلش واضحة غني جوني نكملها يالا خلنا أبسح لك هاي الطريقة أنت تقدر ترجع باليوتيوب هنا أنا ما أريد أقلبها غير صفحة أخرى حتى شنو يبقى السؤال قدامنا هذا القصد سنكمل التكمل هنا عندي راح يكون عندي سالب تلاتة وثمانين زائد سالب تلاتة وثمانين على اربعة وثلاثين اي و صار عندي شنوع السؤال أو صار عندي شنوع بالصيغة العادي و الحلينه بكل طريقتين لكن هذا الطريقة الاولى وبهاي عندي الشنوات الطريقة الثانية بقى عندي بهذا السؤال طريقة اخرى عندي بهذا السؤال طريقة واحدة أخرى فعلى simple مثال هذا المثال سنحل ب طريقتين و ان شاء الله سنحل ب طريقتين ونت?'ت لنكتب المثال بالبداية 1 زائد 2 i الكل تكعيب زائد 2 1 i الكل تكعيب ماذا راح انحلهن بالنمثالين راح انحلهن نفكك المثال الأول ونفكك الحد الأول ونفكك الحد الثاني يعني هذا الحد الأول راح يكون عندي 1 زائد i تربيع في 1 زائد i وهذا زائد راح يكون عندي 1 ناقص i تربيع في 1 ناقص i نجي نفتح القوص الأول ما هو مربع الاول In marc 2 a 2 زائد 2 1 1 1 En quit 2 2 2 2 1 1 2 هذلك هيفتحęp الثاني هذا طبعا راح اختصر الخطوة باعتبارا تقيمة تعرفها وهالخطوة هنا راح اختصرها باعتبارا تقيمة تعرفها إذاً ما بقت عنديه ؟ هنا بقت عندي 2i 1 زائد i نقطة صارت إضافية حتى أن تخربط عليك وهنا سالب 2i في 1 ناقص إذاً نضرب هذا العدد بهذا العدد 2i ب 1 راح ينطيني 2i 2i بهذا راح ينطيني زائد 2i تربيه هذا الأول زائد نجي للثاني سالب 2i ب 1 سالب 2i سالب 2i بهذا راح ينطيني موجب 2i تربيه إش راح يصير عندي الناتج هنا راح يصير عندي الناتج هنا عبارة عن 2i ناقصاً 2 راح يصير عندي الناتج هنا ناقصاً زائد ناقص 2i ناقصاً 2 ناقصاً 2 ناقصاً 2i زائداً هنا ناقصاً 2i ناقصاً 2i ناقصاً 2i من نجي نجمع العددين مشAbsوم سلع الصارب الثانية سالب الثانية مسألة سالب الثانية سالب الثانية حمام سابط've سالب الثانية اللي يطلع عندي ناقص اثنين، أو ذا اكتبه عليك مثلما هي زاًت حتى توضح لك الفكر اسائلة بتنين اللي هي i هش راح ينطيني؟ هذر راح ينطيني سالب اربعة وهاذا اش راح ينطيني زاعدين صفيرi من يطيني سالب أربعة زائداً صفر آي طبعاً هو بالنتيجة رح يصير عندي سالب أربعة بس أنا أقدر أعيده شي أقل ليصير عندي سالب أربعة زائداً صفر آي حتى يكون عندي شنوى يكون عندي بالصيمة العادية هذا بالنسبة للمين بالنسبة للطريقة الأولى اللي قلنا ممكن لحل به نجي المين نجي للطريقة الثانية واحد زائد آي كل تكعيب زائداً واحد ناقص آي للكل شنوى الكل تكعيب المين الخطفة يضايقنا هذا عبارة عن مكعب الأول زائد مكعب الثاني عبارة عن مكعب الأول زائد مكعب الثاني جيد خلني أجي أعطيك ملاحظة لو كان عندي X تكعيب ناقصاً Y تكعيب شلو رح نفتح المكعب رح نقل له X ناقص Y وهنا ش رح يكون عندي X تربيع زائد الأول في الثاني X Y زائداً الثاني تربيع Y تربيع لاحظ هنا أكس الإشارة إذا كان عندك X تكعيب ناقصاً Y تكعيب لا فزائداً Y تكعيب ش رح يصير رح يصير عندك X زائداً Y وهنا X تربيع ناقصاً XY زائداً Y تربيع هذاني قوانين سجلهم يمك يفيدنك خاف أنت يعني ما تذكرهم أو ناصي هذاني قوانين مهمات هذا يسمونه فرق مكعبين وهذا يسمونه جمع مكعبين جمع مكعبين يفيدك مثل ما عندنا فرق مكعبين فرق مكعبين اللي هو X تربيع ناقصاً العفو مربعين اللي هو X زائداً Y و X ناقصاً Y أريدك نشوف التربيع إيش رح يصير هنا إلى حل يوم ما إلى حل هايها ما عليك بالعارض هذا إجاك مثال هذا إجاك بلوه بالعارض تبتلي بيذاني المفروض نتسجلهم بورقة قبل لا أمسحين رح أمسحين حتى أكمل المثال جاي إذا أريد نحل نقلة ممكن نسوي هذا مكعب الأول ناقص مكعب الثاني إذن أسويه فرق مكعبين إيش لون فرق مكعبين فرق مكعبين أقلة 1 زائداً Y عفوا إذا نجمع مكعبين مفرق مكعبين زائداً 1 ناقص I هذا القوس الأول نجي المن بعد للقوس الثاني مربع الأول اللي هو 1 زائداً I لكل تربيع الإشارة زائد إذن هناش رح أصير حسب القوانين اللي كتبتين إلك والمفروض أنت سجلتين الأول في الثاني 1 زائد I 1 ناقص I وهناش عدي زائداً مربع الثاني 1 ناقص I لكل شنوى لكل تربيع هاي طريقة أخرى ممكن أن شنوى ممكن أن أفتح بها الحد اللي أريد إذن القضية بسيطة عندي إش راح تكون عندي هذا القوس الأول قوس الأول مجرد أفتح إن ما عندي أي مشكلة 1 زائد I زائد زائد يدخل على الأول وعلى الثاني ما راح يغير الشيء 1 ناقصاً آن هذا القوس الأول نجي للقوس الثاني القوس الثاني راح نفتحه لهو مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني اللي هو I تربيع إذن نجي نضربهن نضربهن بأي طريقة من الطرق اللي إحنا تعلمناها أجي أضرب 1 في 1 1 في ناقص I أجي أضرب الثاني I في 1 ينطيني I I في سالب I سالب I تربية زائد فتح مربع الأول ناقص الثاني في الأول في الثاني زائد شنوى مربع الثاني اللي هو I تربية حتى لو كانت هنا سالب I فأنه تربية عشر راح ينطيني راح ينطيني موجب إذن هسا أجي شنوى أجي أختصر إش عندي بالله من اختصارات هاي الأI تروح وأي آمن فتروح وأي السالب بعدي إش عندي هذا احنا wedge خطوة تروح وأي آمن فتروح وأي هاي الخطوة إش عندي بعاد ترقز وأي تركز وأي آي إذا تركز ويا إش راح نشوف هاي الأI تربية السيبية هي هاي تكون عندي السالب I ينحدثها وأيравствуйте وهناش راح يكون عندي هذا ينحدف ويعمل ليش هاي ما راح تنحدف هسا أقلك هاي هي سالب من أطلع السالب 1 أضربه بالسالب اش راح ينطيني موجب وراح تكون النتيجة عندي هنا 2 بالقص فهنا هاي ما تنحدف ننتبه له هاي القبلي هذا القص هنا 1 زائد 1 بقا عندي يصير عندي 2 1 زائد 1 يبقا عندي 2 جاي نبقى عندي 2 2 اي هنا تنزل احنا سالب هذا ش راح يصير هنا هذا السالب السالب 1 هسgan 1 هنا ا味ون لدي سالب 2i إذا يلي احدّت عليه سالب 2i هى النتيجه وإذا أريد أن نخليها بالصيغة الجبرية ستصبح عندي سالب 4 زائد 0I صارت عندي سالب 4 زائد 0I إذن طلعت النتيجة شنوى متشابهة بالنسبة للحد الأول عفوا بالنسبة للطريقة الأولى وبالنسبة للمن بالنسبة للطريقة الثانية جيد وصلنا حاليا للسؤال الثاني وإن شاء الله نشوفكم بدرس آخر وحال السؤال الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته